قبل ما نختم حلقة الليلة ضروري نتطرق لسابقة لأول مرة بتصير بمنطقة شمال وتحديدا بنقابة المحامين كان معمول امتحانات للانتساب إلى النقابة بينجح سبع أشخاص بس بيتحولوا لمية ناجح من بعد ما هايدي الحادث اصارت أربع نقابة سابقين للمحامين بيرفعوا دعوة عند قاضي الأمور المستعجلة بشمال جويس عائيلة حتى يضبطوا المسابقات بتاخد القاضي قرار بختم المسابقات بالشمع الأحمر داخل نقابة المحامين بينزل رئيس القلم طبع القاضي على النقابة بشمالة حتى ينفذ القرار بينطرد بيتهدد بيقرر نقابة شمال ما يلتزم بقرار قضائي بيقفوا المحامين كلهم معه بيقف شغلهم للمحامين تاني نهار بيوقفوا شغل بكل لبنان ببيروت وبشمال تحت حجة كرامة المحامة اليوم في سؤال في عدة أسئلة كرامة القضاء وين احترام لقوانين بلبنان وين اذا السياسيين والنفذين حطين قضاء بجايبتهم وهذا شي صار معروف وثلاث ربع الإخبارات يلي بتتقدم على القضاء ما عم توصل لمحل بتجي نقابة محامين المفروض تكون هي اللي حريصة على صون وعلى احترام القانون وعلى المجريات القضائية بتجي بتكب وراها كل اللقوانين والعدالة وبتتصرف بهذه الطريقة انتو اليوم كمحامين بتعلموا لكل المفروض بتعلمون اصول المحاكمات بتعلمون المجريات القضائية معقولي بينقال لرئيس قلم بدنا نكسر لك اجراك اذا بعد بتجي لهون تتبلغنا قرار مش فضيحة ينجح سبعة يصيروا ميت ناجح مش فضيحة لليوم حدا يتحرك فعليا ليحمي قرار هايدي القاضي اللي هو قرار قانوني مية بالمية وبكرة بنرجع بنسأل ليش بيطلع لنا محامي بيضرب مرته وليش بيطلع لنا محامي بيتحل سفة قاضي وليش بيطلع لنا محامي بيختلص بياخد اموال وبياخدوا العالم وبيجيبوهم بياخدوا لهم مصريات ونو ما حدا بقدر يعمل معهم شي وهن سبعة من اللي نجحوا تحولوا لمية يعني اليوم في تلاتة وتسعين يعني القضاء بده يقرر بالتحيقات بس في تلاتة وتسعين شخص تنجحوا بطريقة غريبة طب اليوم مين بيحمي القاضية يلي اخذت هايك قرار مين بده يحميها مين بده يكون حريص على انه يتطبق هيدا الارار لا هلأ ما تطبق مدعي عام تمييز مين وزير العدل مجلس قضاء الاعلى مين